موسيقى مصر الخير مشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلاتفورم الذي نسعى فيه للحق بأبرز المحتويات والقصص الأكثر تداولا على فيسبوك تويتر انستجرام ويوتيوب وباقي المنصات الأخرى بلاتفورم اخترى لكم اليوم الصين تستفز العالم بمهرجان لأكل لحوم الكلاب الذكرى الأولى لتحرير غريان تكتسح منصات التواصل أزمة الكهرباء وساعات الانقطاع الطويلة تفرد نفسها على الجدران الزرقاء أسعد الشرع مدون يمني يشد انتباه لبيين موسيقى شهدت منصات التواصل الاجتماعي تداولا واهتماما واسعا بأعلن الصين انطلاق مهرجان لحوم الكلاب المثير للجدل رغم المحاولات الجديدة التي قمت بها الحكومة لتحسين رعاية الحيوانات لأسباب صحية ناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد ويتوافد الآلاف عادة على المهرجان الذي يستمر عشرة أيام في مدينة يولين بجنوب غرب الصين ويستهدف أكل حوالي عشرة آلاف كلب غير أن النشطاء قالوا إن الحضور هذا العام قد انخفض فيما دعا آخرون لأن يكون هذا الحدث الأخير من نوعه في الصين نتابع القصة كاملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نبدأ معكم مشاهدين بهاشتاغ هذا الأسبوع حيث اكتسحت الذكرى الأولى لتحرير مدينة غريان وترضي ميليشيات حفتر منها منصات التواصل الاجتماعي وجاءت المشاركات والتعليقات بين المعبر عن فرحي بهذا النصر على ميليشيات حفتر التي فرت من غريان مخلفة وراءها غرفة عمليات متكاملة بالإضافة إلى صواريخ جعفلين الفرنسية وعدد من الطائرات الإماراتية المسيرة فيما فضل طيف آخر استمطار شآبي بالرحمة على شهداء عملية بركان الغضب وشهداء عملية تحرير مدينة غريان نبدأ مع شريف الذي وصف عملية تحرير غريان بالفتح وتذكر عدد من الشهداء وغرد اليوم من عام مضى تم بفضل الله تحرير غريان الحبيبة من الظالم المجرم حفتر وزبانيته فتحية لكل القادة وأخص بالذكر ناصر شطيبة ومحمود الغصري وليد شطيبة والبطل رحمة الله عليه مجدي ضبطش وعبد السلام زوبي والبطل محمد لحصان وأبطال الزاوية الأشاوس وجميع من شارك في هذا الفتح إلى الباروني الذي وصف تحرير غريان بصفعة في وجه حفتر وداعمه وغرد ذكر تحرير غريان في أقل من سبع ساعات بعملية عسكرية ناجحة بإمرة اللواء أسامة جويلي ومن معه من أبطال بركان الغضب وقبل أن تدخل تركيا على الخط هذه الصفعة كشفت مدها شاشة من يسمي نفسه جيشا وطنيا كذبا وسقطت الأقنع على تلك الوجوه الحقيرة التي كان البعض يعتبرها منقذة له مونة احتفلت بذكرى تحرير غريان ووصفتها بعاصمة الجبل وغردت ذكرى تحرير عاصمة الجبل غريان الأبية من قبضة الميليشيات الأرهابية والقوات الفرنسية المساندة لهم رحم الله شهداءنا وغفر لهم وأنزل الصبر على قلوب أمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم وعاشت بلادنا حرة أبية غصة في قلوب البغاة والطغاة إلى عماد معتوق الذي وصفت تحرير غريان بالعملية التي كشفت حجم تورط فرنسا في دعمها لحفتر وكتب اليوم 26.6.2020 ذكرى تحرير مدينة غريان من أياد الغدر والنفاق ذكرى اكتشاف الجزء المخفي من جبل الجليد وتورط حكومة فرنسا في دعم حفتر ضد الشرعية المعترف بها من قبل حكومة فرنسا نفسها فرنسا تدعم الإرهاب إلى فرج الذي رأى أن تحرير مدينة غريان لم يكن سهلا وكتب غريان كانت أصعب مدينة قام رجال البركان بتحريرها نظرا لعدم توفر الدعم والإمكانيات أنذاك وكانت الأسلحة والذخائر قديمة بالإضافة إلى كونها مدينة جبلية وذاتة جغرافيا صعبة إلا أنه تم تحريرها بعد مساندة أهل غريان لأبنائهم ذكرهم وذكرهم ونكد عليهم أحمد المنتصر والذي يبدو أنه قد شارك في عملية تحرير غريان غرد وعبر عن فرحته وتذكره لشهداء بهذه التغريدة كانت تلك من أجمل الأيام في حياتنا رغم قساوتها وكانت أجمل فرحة بعد تحرير مدينتنا ولشهدائنا لن ننساكم وستكون غريان كما أردتموها خالية من الفاسدين والفساد ومن كافة التشكيلات المسلحة غير الشرعية سنضرب بيد من حديد كل من تسوي له نفسه المساسة بأمن المدينة إلى المغرد محمد أحمد جبريل وهو الآخر وصف تحرير غريان بصفعة وكتب ذكرى تحرير مدينة غريان الكف الساحق الذي لم يمحى من ذاكرة ليبيين والذي تم فيه إجلاء القواعد الفرنسية من ليبيا بعض صور المرتزقة الفرنسيين الذين فروا بأسلحة من دولة تونس الذين كانوا يقاتلون مع ميليشيات حفترة الإرهابية في مدينة غريان وبعض صور أسلحة الجافلن التي اتركوها هاربين نختم إذن مع الناشطة السياسي بشير السويحلي الذي حي مدينة غريان وثوارها وأهلها بهذه التغريدة ألف مبروك للأحرار ذكرى الكف الأول في تحرير قبل سنة والسيطرة على غرفة العمليات الرئيسية لميليشيات حفترة القيابية والتي كان يتواجد بها ضباط من الإمارات وفرنسا قبل أن يهرب مثل الجبناء ليبيا تنتصر الكهرباء وأزمتها المزمنة سيطرت أيضا على اهتمام عدد كبير من مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي وكانت ردود الفعل على أداء شركة الكهرباء وعلى ساعات طرح الأحمال التي اتجاوزت العشر ساعات في اليوم بين الغاضبة والمستهجنة كما فضل البعض نشر صور لوقفة احتجاجية أمام الشركة العامة للكهرباء نبدأ ترند هذا الأسبوع مع فضيل لمين الذي كتب مهزلة الماء والكهرباء لا يمكن أن تضاهيها ولا أن تشبهها أي مهزلة أخرى في حياة المواطن الليبي المغلوب على أمره سنوات طوال ومليارات ثقال ونتيجة لا تصل إلى مستوى صفر نحيف ما مرة صيف خلال السنوات الماضية إلا والذي جاء بعده أسوأ منه من انقطاع لساعات قليلة إلى عدة ساعات إلى انقطاعات طويلة إلى أن أصبح الاستثناء هو وجود الكهرباء والماء والأصل هو الانقطاع يزداد في كل عام من الصرف بالمليارات على الكهرباء ويزداد انقطاعها في نفس الوقت فالعلاقة أصبحت عكسية إلى الكاتب سراج هويدي الذي طرح سؤال مباشرا لإدارة شركة الكهرباء وكتب السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الكهرباء أعطوني مبررا واحدا بس لبقائكم في مناصبكم لهذه اللحظة وما استقلتوش كهرباء وما فيش أنت شن قاعد تدير على الكرسي سلم خوي فتح لي كوشة ما فيهاش خفزة شن بندير بيك قدم استقالتك وبرق على حالك واحفظ ماء وجهك يا راجل شن مازال قاعد تدير الناس تدعي عليكم في كل ساعة وفي كل ثانية أنا كان في مكانكم راهوا مالية قداش ليهم ناكريني مرة واحدة ولا دفنيني وإلى فرح التي كتبت تعليقا طريفا حول احتياج الشركة العامة للكهرباء نفسها لمولد كهرباء المواطنون قاموا بمظاهرة اليوم أمام مقار الشركة العامة للكهرباء احتجاجا على قص الضي لقوا الشركة دايرة مولد أصفر كبير وإلى محمد الذي أرجع السبب لسوء الخدمة لسكوت الناس وقبولهم بوضع الشركة الحالي وكتب طالما الناس ساكتة راح ينقطع الضي راهوا ما فيش أي مكان تعبر فيه تقريبا عن رأيك إلا هنا ومع أنه مش فقدنا الأمل إيجابيا ولكن واحد مع واحد ممكن يدير نتيجة الشعب غير مسؤول على فشل المدراء المسيرين لشركة الكهرباء مش وقت مجاملات في ناس تعاني في صحتها ضروري من الضغط والله إلى المغرد نصر الدين المبيا والذي عبر عن امتعاضه من الشركة العامة للكهرباء على طريقته وكتب القصة أكبر من الكهرباء وأحمال وسرقات الموضوع أن الفساد الإداري والمالي أصبح جزءا من الثقافة الليبية وأصبح حق مكتسبا للمدير وحاشيته كل واحد وقدروا الفساد في الصحة مثلا أكبر وأخطر ولكن وجود البديل الخاص خلى الناس تنسى الصحة وتركز في الكهرباء حساب يسمي نفسه H.I. طالب شركة الكهرباء أو طالب شركة الكهرباء خلي الضي مقطوع يا ساسي عشان أنا مسؤول كمسؤول في حكومة سراج نحصل سبلة أن نجيب سفينة توليد كهرباء من تركيا ونحصل عمولة لي أنا وعمولتكم حتى أنتم محفوظة حقيقة وضع الكهرباء في ليبيا هيا نور التي طرحت سؤالا متداولا على منصات التواصل الاجتماعي وكتبت سؤال ليه أزمة الضي صارت بعد تحرير طرابلوس الإجابة متوقعة نبو عملية يقودها ثوارنا ضد الفساد اللي صاير بشركة الكهرباء الناس فدت أقسم بالله اللي يكون في عونهم ويفرج عليهم نختم إذن مع صفاء التي عبرت عن قطاع واسع وعن عدد كبير من المغردين والنشطاء وكتبت دعيت عليكم دعاء يا جماعة الكهرباء وأنا مش آسفة بكل لأنكم تستاهلوا لطلعت وضحتوا سبب الخلل ولا خليتونا الكهرباء ضي من أمس طاف علينا أسعد الشرعي ناشط سياسي ومدون يمني يقيم في بريطانيا اشتهر في ليبيا بنشره مقاطع فيديو يتناول فيها مجريات عمليات بركان الغضب وترضى حفتر من كل غرب ليبيا من منظور يدعم ويساهم في رفع معنويات قوات الوفاق الوطني واشتهر أيضا بتغريدته التي قال فيها الزلزال أو الزلازل تقاس بمقياس رختر والهزائم تقاس بمقياس حفتر الأمر الذي جعل لأسعد الشرعي مكانة خاصة لدى كل من يرفض المشروع الإماراتية السعودية الداعم لحفتر في ليبيا نتابع وعلى ترهونا وعلى ترهونا دعسوا بن زايد داخل ترهونا وعلى ترهونا على ترهونا دعسوا بن سلمان بن بنونة أيه 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 أيهانات إهانات ما بعدها إهانات دعم 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 أبوحفتر يكفي لتحرير فلسطين ثلاث مرات أمان أن بأسلحة التي صرفتها الإمارات فقط لحفتر تكفي أني يترجع الثلاثة الجزر حقهم كاملات اللي في إيران ومع هذا كان مصيرهم الفشل وإنهيارات يعني نزيف هزم صلوا عنا بهذا حفتر أفشل واحد أكثر قائد أسكرين هزم أروح قد أرجع على أكي قد فقد مدينة أنام وأقوم على أكي قد دعسوه في مكان يا جماعة شي يبرد القلب جاي من ليبيا مشاهدين معنا عبر السكايف من بريطانيا الأستاذ أسعد الشرعي أهلا بك أستاذ أسعد ما هذا الحماس من اليمن إلى ترهونة ما هذا الاهتمام بليبيا ما القاسم المشترك معها بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا وياسب عمية مرحبا بكم جميعا تحية لك يا أختي شي ما أهلا بك ولكل رواد القناة نحن نتفاعل مع القضايا لأن الهم واحد حقيقة والعدو واحد عندما ذهب التحالف حلف العار وحلف الفجار السعودي الإماراتي للإساءة لقطر كنا قطريين وعندما ذهبوا الإساءة للمغرب كنا مغاربة وعندما أساءوا للسودان كنا سودانيون وعندما أساءوا إليكم أنتم الليبيين كنا ليبيين نحن نكافح مشروع واحد والعدو واحد والهم واحد اليوم أنا في خندق الليبيين غدا إن شاء الله الليبيون سيكونون في خندقنا نحن اليمنيين عندما ندحرهم بإذن الله كما دحرتمهم أنتم ولو وضعنا في اليمن شوية أكثر تعقيد طيب أنت تقدم محتوى مهتم مؤخرا بالأزمة الليبية والوضع في ليبيا كيف تصف متابعة رواد التواصل الاجتماعي مع هذا المحتوى خصوصا أكانوا من الرواد الليبيين أو غيرهم من الجنسية الأخرى أنا أولا تربطني علاقة قوية جدا بإخوان الليبيين على الواقع وليس في مواقع التواصل الاجتماعي هذا الكلام ربما لا يعلمه كثير أنا احتكيت كثيرا بإخوان الليبيين هنا في بريطانيا وأما ما أقوله على مواقع التواصل الاجتماعي أنا دائما ما أقول في قناتي على اليوتيوب وفي حساباتي في تويتر أنه ما كان من القلب وصل إلى القلب نحن نأتيكم بمحبة ونتكلم بحرقة ومجندين أنفسنا لمواجهة هذا المشروع السعودي الإماراتي وحلف الفجارة الذي يستهدف كل المنطقة وليس ليبيا وليس اليمن فبالتالي نحن نتكلم معكم بعفوية حتى أنه ما نحضر وما نجهز ولا حاجة يعني كذا حتى أغنيت على ترهونة والله أنا ما نداري منين جاء كذا فجأة في دقيقة ألاقي نفسي أغني على ترهونة على ترهونة ووجدت يعني انسجام بيني وبين ترهونة والله ما أدري منين جاء لكنه في خضما للتفاعل وفي تلك الهزائم الذي أنزلتموها بحفتر والله أنها أشفت غليلنا وفجرت المواهب أنا حتى طلعت فنان وما دريتنا ما كنت داري حتى أننا فنان إلا عندما حركتها الهزائم المتتالي أستاذ أسعد أنت تتحدث عن محتوى قدمته بكل قدمته بكل عفوية وحماس لغيرتك على هذا البلد على ليبيا لكن نعلم جميعا أن هناك ما يسمى بالذباب الإلكتروني السعودي والإماراتي الذي يعمل بشكل مخطط وباستراتيجيات إلكترونية معروفة ومحددة كيف تقيم عملهم وهل صدفتك أي نماذج من هذا العمل دباب هم في نهاية المطاف دباب وبضاعتهم مزجاه عادة وحججهم أوهن من بيت العنكبوت ما يغرك مسألة كلمة جيش إلكتروني والله الحمد لله وأعوذ بالله من كلمة أنا أنا ومعي بعض الليبيين وبعض الناشطين المؤثرين نحن جيش نحن جيش هم لا يسألوا شيء اللهم أنهم يداروا ويشتغلوا بأسلوب منظم وأنا عادة ما تخاطبت مع كثير من الإخوة الناشطين اليمنيين والليبيين بشكل عام في الوطن العربي في الإسلام يقولنا لماذا للذباب جيش وأنتم يا أحرار العالم ليس لكم جيش الأصل أن يكون لنا جيش ونحن فعلا جيش اللهم أنه لسنا منظمين لا يوجد انسجام أما هم فمنسجمين يعني سبب إغلاق الحسابات في تويتر بسبب هذا التنظيم والبلاغات المنظمة والهجمات والترندات الذي يفعلها لكن في نهاية المطاف أنا أقول لك شيء والله العظيم أنهم غثاء كغثاء السين وتأثيرهم صفر على الشمال فقط أبواق ظاهرة صوتية فقاعات إعلامية تنتهي مع الأيام لأنه في نهاية المطاف لا يصح إلا الصحيح ولا يتم إلا ما يخاطب عقول الناس أما هم ينتهجون التضليل في كل شيء والناس يميزون في نهاية المطاف والناس ليس إلى هذه الدرجة من القضاء إذن من هذه المنصة منصة بلاتفورم ما هي نصيحتك ربما لرواد التواصل الاجتماعي الليبيين حول متابعتهم واهتمامهم بالمحتوى الذي يمس قضاياهم وأيضا المحتوى الذي يعبر عن حقهم في رفض الانقلاب انقلاب العسكري انقلاب حفتر أنا أنصح نفسي أو هذه القناعة التي أنا أؤمن بها وأحاول أن أخاطب بها كل إخواني الإعلاميين أن ركزوا على تويتر عليكم بتويتر بالذات وعليكم باليوتيوب أيضا واستشعروا أن المعركة إعلامية سوفوا والله العظيم أن أحيانا تويتر أقسى عليهم ويؤلمهم أكثر من المدافع ومن الطائرات لا تستهينوا بأي تغريدة تويتر بحاجة إلى نفس طويل الواحد بيسجل حساب يبدأ الحساب ضعيف ما فيه تفاعل لكن ابدأ 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 كلكم كل المؤثرين ندعم مغردين جدد وهكذا لأن المعركة إعلامية بامتياز المعركة إعلامية بامتياز وهذه معركة وعي وإذا تركنا المجال لهم فسيبرمجوا عقول الناس ونحن أمامنا مهمة كبيرة جدا لأن العدو قائم على التضليل هذا حلف العار وحلف الفجار السعودي الإماراتي هؤلاء صهاينة العرب هم قائمين على تضليل الناس وأنا وأنت يا أخي الليبي وأخي العربي واليمني والمسلم في كل مكان مهمتنا أنه كيف نكشف ونقول للعالم هؤلاء دجالين هؤلاء يقلبون الحقائق هؤلاء يستهدفون الإسلام والمسلمين والعرب هذه معركة مقدسة والله إلا تقل عن المعركة في الميدان المعركة الإعلامية لا تستهينوا بها ولو بتغريدة إذا أنت ما عندك قدرات يا أخي المغرد ما عندك قدرات ما عندك مواهب يا أخي دخل أعمل رتويتر أعمل لايك أعمل أي حاجة منهم لا تتركوا منصة تويتر بالذات تويتر تويتر ثاني وثالث وعاشر والحمد لله ما عدتوا عاني من الإخلاق لأنه أصبح الجمهور موجود مجرد ما يغلقوا حسابي أعمل حساب جديد أرجع في خلال أسبوع طيب ما في المجال من هذا الاهتمام انطلاقا من اهتمامك الكبير بهذا الملف كيف ترى مستقبل حفتر في ليبيا وأيضا مستقبل جميع يعني الانقلابات المضادة في العالم العربي أجمع جولة الباطل ساع وجولة الحق إلى قيام الساع إن شاء الله هم باطل هم مجرمين هم إرهابيين قد ينجحون في بعض الأمور أو في وقت معين أو في بلد معين لكن في نهاية المطاف سيكون مصيرهم الفشل إن الله لا يصلح عمل المفسدين على الإطلاق انظروا إلى مصر مصر والانقلاب على الديمقراطية وعندما نجحت الثورة المضادة وجلبت لمصر هذا الكارثة السيسي الآن انظروا أين مصر اليوم مصر اليوم في أسوأ حالاتها والسيسي نفسه وعدها أنه في 30-06-2020 ستكون مصر غير وفعلا غير ومهددة بالماء هي الثورات المضادة تستهدف الشعوب هذا هذا المهمة الذي نريد أن نوصلها للناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي يا جماعة هناك حقيقة لا بد أن يدركها اليمن والليبي والسوري والعراقي وكل العرب والمسلمين أن عندما يروجون للناس أن الربيع العربي هو من دمر البلدان نقول لهم لا لا هنا قلب للحقائق الذي دمر البلدان هي الثورات المضادة للربيع العربي وليس الربيع العربي الثورات المضادة التي تديرها غرف مظلمة غرف خسيسة في الإمارات وتدعمها في اليمن وفي مصر وفي ليبيا ستفشل بإذن الله ستفشل بإذن الله ما دام أن فينا نفس وهناك عزيمة ستفشل ولا مجال إن شاء الله إلا أن تفشل نشكرك شكرا جزيلا الناشطة السياسي والمدون اليمني يا الأستاذ أسعد الشرعي كنت معنا عبر السكايب في برنامج بلاتفورم مشاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة برنامج بلاتفورم نلقاكم الأسبوع القادم في أمان الله ترهونا وعلى ترهونا دعسوا بن زايد داخل ترهونا وعلى ترهونا على ترهونا دعسوا بن سلمان بن بنونة أي 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 أيوه إهانات إهانات ما بعدها إهانات دعم 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 يكفي لتحرير فلسطين ثلاث مرات أمانة إنها أسلحة التي صرفتها الإمارة فقط ترجمة نانسي قنقر